بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله طيبين طاهرين بالبداية نحب نبارك لكم ببداية شهر شعبان وإن شاء الله شهر ورح يجينا شهر رمضان الكريم وخلال هذا الشهر والشهر الوعد إن شاء الله الدعاء يكون مستجاب وسنت اللوخيش وقت إن شاء الله أنتم خلصين ومستلمين نتائجكم ومداومين بالكليات وكلكم بالكليات اللي ترغبون بها إن شاء الله اليوم عندنا موضوع جديد اللي هو مشتقات وتكاملات الدوال اللغة الرتمية والأسية الرجاء من عندكم الانتباه بشكل جيد إلى كل الحاجة اللي رح أحكيه اليوم موضوعنا عبارة عن محاضرتي وهذه المحاضرتي ما بيها فقط ستة حجايات يعني هاي المحاضرة والمحاضرة القادمة إن شاء الله ما رح أحكي أكثر من ستة حجايات تقدرون أن تحسبوها أنتو إذن هذه الستة حجايات مشتقات وتكاملات الدوالة اللغة الرتمية والأسية اللي رح تكون من ضمنها تشبه بالكيمياء العضوية سهنا يقولون أهل الكيمياء بأن الكيمياء العضوية سريعة الفهم سريعة النسيان هذه من شنا بالسادس شنا نحكيها فما أعرف لحد الآن هذا المفهوم عليها أو لا المشتقات وتكاملات الدوالة اللغة الرتمية والأسية موضوع سهل جدا جدا ولكنه لأنه سهل أحيانا يكون سريع النسيان فلذلك رح نطول به محاضرتين كاملة على ساعتين ونحاول بالبداية بأن نفصل خواص اللغة الرتمية والدالة الأسية انتبع علي ورما أكمل السالوف وما تي إش عندك سؤال إسأل إذن بالبداية ما أريد أحد الرجال أحد يقاطعني فخلي أكمل الخواص هذه وأشرحها وقبل ما أبدي بالموضوع بشكل فعلي إش عندك سؤال أجاوبك عالية من أريد أكتب الفوف اكس الفوف اكس تساوي مثلا اكس تكعيب أو أقول اكس تكعيب زائد اثنين اكس زائد واحد يعني مجموعة حدود ومن أجي أقول الفوف اكس تساوي ثلاثة اوس اكس شنو الفرق بين الدالة الأولى والدالة الثانية هي كلاهما دوال شنو الفرق بين الدالة الأولى والدالة الثانية الدالة الأولى تسمى كثيرة حدود يعني الصراحة تقول لي هي حد واحد شنو كثيرة حدود لا يعني بها مثلا زاء الصفر أكس تربيع زاء الصفر أكس زاء الصفر جاء قبلها صفر أكسوس أربعة فحتى لو بالظاهر هي حد واحد إذن هذه تسمى كثيرة حدود يعني هناك جماعة المتميزين يعني البعضكم موجودين جماعة الخامس هنا يسموها البالينوميال لكن الدالة الثانية هذه اللي يكون بيها الأس متغير كثيرة الحدود الأس ثابت لكن إذا كانت الأس متغير هذه تسمى بالدالة الأسية إذن أكو فرق بين كثيرة الحدود والدالة الأسية الدالة الأسية شنو الدالة اللي بيها متغير في الأس اليوم إحنا شغلنا هو كيفية إيجاد المشتقة والتكامل للدالة الأسية اللي دارسيها أنتو بالخامس بالخامس أخذتوها كرسم وكخواص مجال مجال مقابل اللي هنا يسموها الكسبونيان شال فاليوم إحنا رح نجي نشتقها ونكاملها إذن خواص الدوالة الأسية بعد شريط أحكي لك اليوم اللغارتمات سبق وين أخذتوها بالخامس واللغارتمات على أنواع ممكن أجي أقول لك اللغارتم والحج اللي رح أحكيه السه يفيدك مو بس بالرياضيات حتى بالكيميا يفيدك من أجي أقول لك لغارتم 2 للأساس 5 ومن أجي أقول لك لغارتم 2 للأساس 10 ومن أجي أقول لك لغارتم 2 للأساس E يعني هذه كلها هي لغارتم 2 مرة أساس 5 ومرة أساس 10 ومرة أساس E إذا كان أساس اللغارتم 10 فلا حاجة إلى كتابة الأساس يعني بالكيمية من يقول لك لغارتم 2 فتلقائيا يقصد بأن أساس اللغارتم هو 10 فإذا كان أساس اللغارتم 10 لا حاجة إلى ذكر الأساس أما إذا كان اللغارتم أساسه E اللي هو الإكسبونيان شارل اللي قيمته تقريبا هي 2.7 بالعشرة إذن هذا ال E تقريبا 2.7 بالعشرة هذا يسمى باللغارتم الطبيعي ويدلعول يعني من أجي أقول لك للن اثنين شنو معناها للن اثنين يعني معناها لغارتم اثنين للأساس E فإذا كان أساس اللغارتم لا هو عشرة ولا هو E يجب أن يذكر الأساس وهذا الأساس وهذا الأساس يجب أن يكون عدد حقيقي موجب هذا الأساس لازم يكون عدد حقيقي موجب إذن هذه المقدمة الأولى صار عندي لغارتم أساسه عشرة ما كو داعية كتبة الأساس لغارتم أساسه E يكتب لن وإذا كان أساسه لا هو عشرة ولا هو E أي عدد حقيقي موجب يجب أن يذكر تحت اللغارتم إذن المعلومة الأخرى ما أخذ أنت بصف الخامس بأن لغارتم A للأساس A يساوي 1 وما أخذ أن لغارتم الواحد يساوي 0 هذه قوانين أنت ما أخذه بالخامس لغارتم الواحد مهما كان أساسه يساوي 0 ولغارتم الأي للأساس A يساوي 1 واتفقت وإياك بأن الأي هو عدد حقيقي موجب زيب هس هذه الخاصية تعمم على اليمن تعمم على لن الواحد يساوي 0 لن الواحد يساوي 0 ولن هو من هو هو لوك أساسه E إذن لن الواحد يساوي 0 وبعد ولن الـ E يساوي 1 لأن هذا لن الـ E من هو هذا اللغارتم E للأساس E إذن هذا يساوي 1 أي أساس E يساوي 1 هذه الخاصية تشمل الدالة الأسية وغير الأسية يعني بصورة عامة أي عدد أساس E يساوي 1 باستثناء الصفر أساس E كمية غير معرفة إذن هذا تفصيل السطر الأول من الخواص اللي راح أحطيكم مجال تكتبوه بعد شوية السطر الثاني ما أخذ أنت بالخامس لغارتم A زائد لغارتم B يساوي لغارتم A B ولغارتم A ناقص لغارتم B هذا ش راح يساوي هذا راح يساوي لغارتم A على B طبعا هنا بالمناسبة أساس اللغارتم إحنا قلنا أساس اللغارتم لازم يكون هنا عدد حقيقي موجب لا يساوي 1 الـ 1 ما مشمول يعني أنا ما عندي لغارتم أساسه 1 لكن لغارتم الـ 1 عندي بس لغارتم أساس لغارتم 1 ماكو فلازم يكون الأساس عدد حقيقي موجب لا يساوي 1 مجموع لغارتميا يساوي لغارتم حاصل ضرب وفرق لغارتميا يساوي لغارتم حاصل قسمة هذا الحجي ينطبق على اللغارتمات عموما وينطبق أيضا على اللين على اعتبار أن اللين اللغارتم الطبيعي هو حالة خاصة من اللغارتمات هذا الخاصية رقم 2 الخاصية رقم 3 أخذت أنت بالخامس لغارتم A أسبي يساوي بي لغارتم A فإذا كان أس للاي هذا ينزل معامل اللغارتم نفس الخاصية تنطبق على اللين إذن هنا لن A أسبي هذا شي يساوي يساوي بي لن الأي ورح أشوف بعد شوية شون رح أستفيد من عدها هذا الخاصية رقم 3 يعني من رح يجيني السؤال بعد شوية أقول لك هل أن سالب لن نصف يساوي لن 2 رح تقول لي نعم ليش لأن هذا ش رح يصير عندك النصف رح يساوي 2 والسالب 1 حسب هذه الخاصية من تجي السالب هنا سالب في سالب موجب إذن معناها رح يصير عندي لن 2 الخاصية رقم 4 وقبل فترة نزلت لك مقطع فيديو سميته إلى كيمياء السادس العلمي الرياضيات في خدمتكم وبينت إلك من عندك لوق A يساوي لوق B فإنه يقتضي باتجاهين أن الأي يساوي البي وقلنا من الخطأ اللي دنشوفه عند بعض المصادر بأن الطالب ده يختصر يقول لي هنا أريد أختصر اللوق ويبقى أي يساوي بي ما تقول شيء عملية اختصار أنا هنا عندي خاصية باتجاهين إذا كان عندي لوق A يساوي لوق B فإن الأي يساوي البي وإذا كانت الأي يساوي بي فبالضرورة لوق A يساوي لوق B إذن هذا الحجي ينطبق على اللغة رتمات بصورة عامة وينطبق على اللغة رتم الطبيعي بصفة خاصة الخاصية رقم 6 ورح أرجع لي رقم 5 من عندك مثلا X تربيع تساوي 4 X تربيع تساوي 4 وعندك جذر X تساوي 4 مرة أريد أتخلص من التربيع ومرة أريد أتخلص من الجذر شنو وعكس التربيع هو الجذر وشنو وعكس الجذر هو التربيع يعني بالرياضيات التربيع من يساوي وكاحة بيش أهدده أقول له رح أجيب لك الجذر جذر الطرفين إذن هذا بجذر الطرفين رح يصير عندي يؤدي إلى X تساوي موجب أو سالة بثنين لكن الجذر التربيعي من يساوي وكاحة بيش أهدده أقول له رح أجيب لك التربيع بتربيع الطرفين رح يصير عندي الأكس تساوي 16 في موضوع اللغة رتمات اللين والإي ذول ضرائر يعني أيضا هنا عداوات ببياناتهم هنا اللين يكتل الإي والإي يكتل اللين يعني شنو معناها الثاني داعتي بصفة عامة مو بالصفة العلمية الدقيقة يعني الخاصية تقول لي لين إي أس أكس يساوي أكس شوف الإي والإن واحد لغة ثاني وإي أس لين أكس يساوي أكس هسا إثبات هذه الخاصية مو وقتها هسا أنت ما تحتاج إثباتها بس تحتاج بأن تعرفك خاصية عامة رح تقول لي بالكيمية تفيدني هذه لو ما تفيدني هي أقول لك تفيدك يعني من رح يجيك سؤال في الكيمية يقول لك على سبيل المثال بأن لين وي يساوي خمسطعش وإنت تريد تستخرج قيمة وي زيان شو رح تقول لي هنا رح تقول رح أجعل الطرفين أساسهما اي أجعل الطرفين أساسهما اي يعني رح يصير عندك اي أس لين واي يساوي شنوى يساوي اي أس خمسطعش ال اي رح يلغلن يعني معناها رح يصير عندك ال واي تساوي اي أس خمسطعش ومن يجيك سؤال آخر يطلع لك مثلا اي أس اكس يساوي مثلا عشرين وإنت تريد تستخرج قيمة اكس مثلا فال اي شلون تلغي رح تقولي هنا أدخل اللين على الطرفين يعني معناها رح يصير لين اي أس اكس يساوي لين عشرين لين اي أس اكس هذا رح يصير عندي اكس يساوي لين عشرين وهذا العشرين ممكن لين العشرين ممكن تحسبه عن طريق الحاسبة العلمية أو ممكن يجيب لك بالامتحان يقول لك علما أن لين العشرين يساوي كنا هذا الحجي وين أستفيد من عنده نحن قلنا الإي يلغي اللن واللن يلغي الإي إذا عندك إي ضايج منها الدخل تكتب اللن للطرفين بشرط للطرفين وإذا عندك لن ضايج منها تجعل الطرفين أساسهما إي ولكن بشرط رح يجيني سؤال بعد شوية يقولي إي أس أربعة لن أكس يقولي إي أس أربعة لن أكس هذا شو ساوي الإي يلغي اللن إذا لقاه وحده لكن السهنة موحدة هذا بيش مسبع اللن هذا مسبع بالأربعة فالإي ما رح يقدر يلغي اللن اش رح يقول له السهنة يقول لي يا أربعة دروح استفيد من الخاصية اللي نعطي إيها رقم ثلاثة يعني رح أجي أطبق هذه الخاصية بالعكس بي لن الأي يساوي لن أي أس بي إذن هذا رح أجي أكتبه إي أس لن أكس أس أربعة هسه هذا مباشرة رح يصير عندي أكس أس أربعة فالخاصية رقم ستة مهمة جدا جدا رح أستفيد منها بالرياضيات وأيضا أستفيد منها بالكيميا وربما بالفيزياء معروف إذا أعدكم اللغة رتم أو الخاصية قانون هذا تحفظ أي أس يو واليو هو متغير لأن داشت قل دالة أسية أي أس يو يساوي إي أس يو لن الأي هذه رح أستفيد منها اليوم مرة واحدة أي أس يو يساوي إي أس يو لن الأي رح تقول لي شلون يساوان خلي أثبت لك هسه هذه من أريد أستفيد من الخاصية رقم ثلاثة واليو تتحول إلى أس يعني شرح يصير عندي هسه رح يصير عندي ويساوي إي أس لن شنو أي أس يو وقلنا الإي رح يلغي لن إذن معناها رح تبقى أي أس يو إذن ذني ست خواص مهمة جدا لازم تعرفها بشكل جيد جدا حتى تقدر السيطر على أي سؤال رح نحل اليوم أو نحل الدرس القادم اللي أريده منكم هسه تكتبوا لي موضوع مشتقات وتكاملات الدوال اللغة رتمية والأسية وتكتبوا لي خواص اللغة رتمية والدالة الأسية بينما تكتبوها تفضلوا سئلوا أي سؤال يخطر على بالكم بالحجير حجيته هسه نعم عليه السلام أستاذ إذن خواص نقدر نطبقا بالعكس هنا شوف دائما المساواتي بالعكس أكيد وهذا ليقتضي باتجاهين أيضا هنا تشتغل بالعكس يعني هنا اتجاهين معا فاثناتهم تشتغل يمين لليسار أو يسار لليمين نعم بعد إذا عندك سؤال بالحجير حجيته هسه نعم زينا العابدين أستاذ بس أخير خاصة يعادت عنها قطع عدي هنا أي أسيو لن الأي قانون هذا قانون تحفظه رح أستفيد مننا اليوم مرة وحدة أي أسيو هذا شي يساوي يساوي أي أسيو لن الأي يعني أحوله ممكن أحول الأي أسيو إلى أي أسيو لن الأي هذا رح يفيدني بعد شوية في برهان معين إذا رح تقول لي شلون أعرفه هذا يساوي من أجي هذا اليوم أجعلها أسل الأي في الصورة هذه يعني هذا ش رح يصير عندي أي أسلين شنو أي أسيو واتفقنا حسب الخاصية الأخيرة أي أسلين أكس يساوي أكس إذن أي أسلين أي أسيو إذن هذا ش رح يصير أي أسيو فرح يجيني سؤال بعد شوية أحتاج أن أحول الأي أسيو إلى هذه الصورة حتى أقدر أجاوب عن السؤال المطروح بعد شوية إن شاء الله نعم بيد عش استاذاني واسمه لحقت على الأكس أس ثلاثة وثلاثة أس أكس هنا قلنا أكو فرق بين الدالة الأسية والدالة كثيرة الحدود إذا كان عندي الأس ثابتين فهنا بهذه الصورة يعني هنا الأفوف أكس تساوي مثلا أكس تكعيب زائد ثلاثة أكس تربيع ناقص اثنين أكس زائد واحد تشوفين الأسس كلها توابط حتى هذا الواحد معنى واحد أكس أس صفر إذن هذه تسمى كثيرة حدود إذا جتي في الصورة هذه لكن من يجيني السؤال يقول لي أفوف أكس تساوي ثلاثة أس أكس زائد مثلا أس ثلاثة أكس زائد مثلا خمسة أس سبعة أكس إذن هذه تسمى دالة أسية فإذا كان المتغير في الأس فهذه تسمى دالة أسية ولكن الدوالة التي لم أخذها سابقا من ضمن هذه الدالة تسمى دالة كثيرة حدود طبعا مدى سورف عن النسبية والجذرية ذي تشيلها فشي خاص بها أذن من خلال هذه المقدمة رح أجي أبدي بموضوعنا مشتقات وتكاملات الدوال اللغة الرتمية والأسية أكيد أول سؤال رح يخطر على بالكم رح تقولولي إحنا الفصل الرابع اسمه التكامل زيان جابنا على المشتقات هذا الموضوع يفترض كمشتقات كان يفترض بأن تأخذوه بالفصل الثالث يعني يفترض بالكتاب أن يكون ضمن مادة الفصل الثالث اللي هو التفاضل ولكن ما خلوه بالفصل الثالث من جوي بالفصل الرابع رادوا يطون التكاملات فشلون يطي تكاملات هو مشتقات ما عنده لذلك خلاه جزء كامل اسمه مشتقات وتكاملات الدوال اللغة الرتمية والأسية حسنا هذه اللي ملاحق يكتبها خلي أخذها صورة حتى نبدأ بالموضوع بشكل مباشر واللي ملاحق رح نندز للصورة على الأقروب مات كتبوا لي حسنا رقم واحد كتبوا لي رقم واحد إذا كانت وي تساوي لين يو وإحنا عرفنا شنو اللين يو اللين هو اللغة الرتم الطبيعي اللين الأساسي فإن دي واي على دي أكس تساوي واحد على يو دي يو على دي أكس حيث أن اليو أكبر من صفر إذن اليو لا يمكن أن يكون سالب ولا يمكن أن يكون صفر لازم يكون عدد حقيقي موجب وأكد المعلومة اللي حجيتها قبل شوية اللغة الرتمات عموما يعني من أقول لك اللغة الرتم أي للأساس بي يساوي مثلا سي السي عدد حقيقي موجب سالب صفر ماكو مشكلة الأي عدد حقيقي موجب صفر سالب ممنوع البي عدد حقيقي موجب لا يساوي الواحد كل الأعداد الحقيقي الموجبة مقبولة باستثناء الواحد إذن السي عدد حقيقي موجب سالب صفر ماكو مشكلة الأي عدد حقيقي موجب والأساس عدد حقيقي موجب لا يساوي واحد شنو معنى القانون الأول وعدت قبل شوية قلت لك خلال محاضرتين مرة هحشي غير ستة حشايات هسه هذه الحشاية رقم واحد هسه كل الحشي اللي حشيتها قبل شوية أريد أمهد لك للإحشايات الستة إذا كانت ي تساوي لن يو فإن مشتقتها يساوي واحد على يو في دي يو على دي أكس زين قبل ما تكتب السؤال رقم واحد رح أجي أفصل لك شنو معنى هذا الحشي إذا إجاني وي يساوي مثلا لن أربعة أكس أقول لك شنو المشتقمات رح تقول لي المشتقمات واحد على أربعة أكس في أربعة إذا أكو اختصار اختصر رح يصير عندي واحد على أكس إذا أقول لك شنو المشتق الواي تساوي مثلا لن سبعة أكس رح تقول لي الواي برايم رح يصير واحد على سبعة أكس في سبعة إذا أقول لك شنو المشتق يساوي مثلا لن ساين أكس رح تقول لي المشتق الأولى واحد على ساين أكس في مشتقة الساين أكس هذا كوساين أكس إذا تريد تقول لي كوساين على ساين هو كوتان بعد اسم. إذن القانون سهل جدا مشتقة اللين هو واحد على يو في مشتقة اليو. إذا استوعبت هذه المقدمة البسيطة اكتب لي جد دي واي على دي اكس لكل مما يأتي وابديلي برقم واحد اكتب لي رقم واحد والجاهز للإجابة خلي جاوبني. إذن هنا واي المشتقة تساوي. نعم حارف. السؤال واي فتحة تساوي واحد على ثلاثة اكس تربيع زائد اربعة في ستة اكس. مشتقة اليو. إذن هنا رح يصير عندي في ستة اكس. إذن مباشرة. ايش رح يصير عندي? ستة اكس على ثلاثة اكس تربيع زائد اربعة. اربعة. عاش تيدك هذا. ماكو اختصار. انت حل السؤال. زيب. كتبولي السؤال الثاني. واي يساوي. لن ثلاثة اكس تربيع. واي يساوي لن ثلاثة اكس تربيع. إذن شنو المشتقة الاولى؟ شنو المشتقة الاولى؟ نعم منتظر نزار. نعم استاذ. استاذ. ثلاثة اكس تربيع هي نفسة لن اثنين لن ثلاثة اكس. لا لا هنا عندي الثلاثة. عندي الثلاثة سوي لمشكلة. ما اقدر الثلاثة ننزلها لان هذه مرتبطة بالثلاثة. نعم. واحد ثلاثة اكس تربيع. في ستة اكس. في ستة اكس. زيان. اكو اختصار لو ماكو. نعم استاذ. اختصار اختين على اكس. جيد جدا. زيان. رقم ثلاثة. واي تساوي لن سبعة اكس تكعيب زائد ثمانية. يلا اكتب السؤال وقل لي شنو رأيك بالحل. نعم. اي عشرة. السلام عليكم استاذ. نقول واحد. واحد على سبعة اكس تكعيب زائد ثمانية في واحد وعشرين اكس. زيان. ايضا هنا نقول مع الاسف هنا كتلت جني في هذا السؤال. ليش. لان اكو فرق شاسع بين السؤال الاول والسؤال الثاني. شوف السؤال الاول. انا كاتب قوس. يعني اليو كله هو ثلاثة اكس تاربيع زائد اربعة. لكن السؤال الثالث. بان لن سبعة اكس تكعيب هذا حد واحدة. والثمانية هذا حد واحدة. اذا بالوزاري ترى هيك ممكن يسوي بالامتحان. يعني لو كانت السبعة اكس تكعيب زائد ثمانية كلها داخل قوسيا كان الحل ما تتش يساوي صح. هسا اريد منيش تعدليني الاجابة. شو رح اصير المشتقى. يسوي. اي. صار عند السؤال يانسا. نعم. انه الواي دي واي على دي اكس رح يصير واحد على سبعة اكس تكعيب. جيد. اي واحد. اي واحد وعشرين. اكس تاربيع. مو? اي. زائد. زائد. مشتقد الثمانية. صفر. مشتقد الثمانية يساوي صفر. هسا اذا اريد اختصر. السبعة وهي الواحد وعشرين ايش قد بيها? ثلاثة. بيها ثلاثة. والاكس تكعيب وهي الاكس تاربيع. اذا هنا رح يصير عندي ثلاثة على اكس. اذا لازم اميز بين السؤال الاول والسؤال الثاني. بين السؤال الاول والسؤال الثالث. هسا اريد السؤال الرابع. اريد مشتقة الواي تساوي لن سبعة. واي يساوي لن سبعة. ايش رح تقولون شنو المشتقة الاولى لهذا السؤال. نعم احمد حيدا. السؤال. نعم. السؤال. المشتقة ما هذا واحد على سبعة. اي اي. في. اي اه. مشتقة الدخل القوصية صفر. ايه زيد. هو رح يقع الجواب صفر ولكن مكان ما تجي تلك سر هذه الفرد شبيرة. هذا يستطيع ايكد يراكم السفر اللي قدام. كل ثابت فمباشرة لا يكتب الجواب يساوي صفر حشك صح مو خطأ ولكن ما طول ما بي متغير فيعامل معاملة السبعة يعني شلون أنا من أشتق السبعة صفر فلن السبعة أيضا المشتقمة لتصفر إذن هذه الأسئلة الأربعة الأولى من عند مداخلة قبل ما أقلو بالورقة زي خلينا أقلو بالورقة كتبوا لي رقم خمسة وي تساوي لن أكس أس خمسة وي يساوي لن أكس أس خمسة حسب ما افتهمت من عندي قبل شوية يعني هنا مو بالضرورة بأن تجاوبون إجابة صحيحة ترى التعلم يعني هنا شروط التعلم والدراسات الحديثة بالتعلم يقولون الطالب من يخطأ يتعلم من الخطأمات يعني إذا يطون فد رسالة إلى المدرسين لا تطيل الطالب شي جاهز اعرض للمشكلة وخلي يفكر بيها وخلي يخطأ يستفيد من الخطأمات وبعد ما ينسى فجاوبوا أي جواب يخطر على بالك نعم خالد وريد السلام عليكم عليكم السلام الثالة صر لن أكس خمسة صر خمسة لن الأكس إذن هنا تقول لهذا يساوي خمسة لن الأكس يعني استفادية من الخاصية قبل شوية اللي هي يساوي A X B يساوي B لن الأي زيان شلو راح أجي أشتق حسب منه هذا شنو يعني شصير المشتقة المشتقة الأكس واحد استاذ صار عندك شنو صار عندك ثابت مضروب بقوس مشتقة الثابت في دالة شي ساوي واحد على X تساوي الثابت في مشتقة الدالة أي يعني معناها الخمسة هذه راح تنزل لا بابا ذول لبيانات مضروب يعني هسا هنا من أريد أقول لك اشتق لي مثلا سبعة ساين X شنو مشتقة هذه صار سبعة ساين مشتقة الثابت في دالة هو الثابت في مشتقة الدالة هذا لبس الشي الخمسة ومشتقة اللين X هو واحد على X يعني معناها الجواب يساوي خمسة على X زياد يجيني طالب آخر يقول أنا مجدت على بالي هذه الخاصية يصير أشتق على وضع نعم يصير يعني أنا من عندي Y يساوي لين X 5 مباشرة راح يصير المشتقة الأولى تساوي واحد على الي في مشتقة الي اللي هو 5 X 4 من راح يختصر الX 4 ويه الX 5 إذن الجواب راح يكون 5 على X نعم أستاذ أنا حليت على الطريقة الثانية هس القبل وشتقيت أستاذ بس قبلها كتبت علي خطأ أستاذ أستاذ يعني صحيح صحيح لا صحيح يعني الطريقتين صحيحة ولكن أنا أفضل بالامتحان استخدام الطريقة السوداء ليش الطريقة الزرقاء راح يجيني سؤال إن شاء الله بالواجبات يقول لك مثلا لين 1 على X 7 هذا منتج تسوي 1 على 1 على X 7 في المشتقمال هذا وبعد قاعدة سادسة العملية راح تكون صعبة فإنت ش راح تسوي هنا لين 1 على X السبعة هذا راح أسوي لين 1 على X السبعة القوة راح تتوزع وراح أسوي لين X السالب 7 والسالب 7 راح تنزل صير سالب 7 لين X والاشتقاق ما راح يكون كل السهل ولكن هي الطريقتين هي صحيحة ومقبولة وزاريا وتاخذ عليها درجة كاملة ولكن الاستفادة منها الخاصية أفضل زين السؤال السادس زين نعم علي عبيد 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 حسب القاعدة السابعة حسب القاعدة السابعة يعني اش راح تصيري هنا الواي داش القوة تنزل خمسة زين في شنوى في القوس نفسه اللي هو لين X أطرح مندوس أربعة في مشتقد داخل القوس واحد على X في واحد إذن معناها الجواب راح يصير عندي خمسة على X في لين X أس أربعة وملاحظة هامة جدا 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 ثبتوها الملاحظة يامكم بأن لين أي أسبي لا تساوي لين أي الكل أسبي وبعد لين لين أسبي لا يمكن لها أن تساوي بي لن الأي إذا كانت البي على الأي أس للأي يصير لكن إذا كانت للقوس ما يصير وبعد لين أي أسبي هذه تساوي لين أسبي وهنا أي يعني معناها إذا كانت القوة على الكل فمعناها على الأن الجلسة ستفصل سأدزلكم الرابط بشكل مباشر